تعزيز مهارات الطفل له دور كبير في تحسن وشفاء طفل التوحد تابعوا معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم أحبة أهالي أطفال التوحد أتمنى من الله أن تكونوا أطفالكم بأفضل حال اليوم سنتكلم عن موضوع مهم في حياة طفل التوحد وهو كيفية تعزيز المهارات كيفية تنمية المهارات لدى الطفل طبعا بصورة صحيحة ليس أي تنمية هناك طرق كثيرة لتنمية المهارات لكن نحن نريد الطريقة الصحيحة في تنمية المهارات لدى الطفل بحيث تكون قريب من مخيلته لكي يستطيع أن يفهم ويدرك ما يتعلمه لكي لا يتعرض للنسيان لأنه إن قام بحفظ الأشياء مثل الببغاء سيتعرض بعد فترة قصيرة لنسيان هذه الأشياء وهذه نقطة مهمة جدا يجب على الأهل الانتباه إليها حيث لاحظتم في الفيديو القصير مقدرة عبد الجبار بفضل الله سبحانه وتعالى الربط بين الحيوان وما ينسبه من الطعام فكيف استطعنا الوصول إلى هنا حيث أننا نعلم جميعا أن طفل التوحد لا يمكننا إيصال الفكرة إليه بشكل مباشر بل يجب علينا التسلسل في الأفكار واحدة والأخرى لكي يدركها جيدا حقيقة هذا المقطع عبارة عن تكمل لمقطع فيديو آخر وضعته لكم منذ أيام يتم وضع رابطه أسفل الفيديو لكي يتم الربط من قبلكم بين المقطعين يعني كان اسم المقطع بتذكر أنه تعليم طفل التوحد أسماء الحيوانات وما الفائد منه النقطة المهمة أحبتي التي أحب أن أعصلها إليكم هي عملية التسلسل في تدريب وتأهيل طفل التوحد لإيصال المعلومات إليه والفكرة إليه بطريقة سلسة وبطريقة يسهل لديه فهمها وأن يدركها لكي لا يتعرض لنسيانها في الأيام فعلى سبيل المثال أريد أن أعلمه الجملة التالية الأرنب يأكل الجزر يعني حقيقة فمن غير المعقول أن أأتي بأبد جبار وأجلسه وأضاهه أمامي ونقول له يا عبد جبار الأرنب يأكل الجزر وأقوم بتكرار هذه الجملة خمس مرات أو عشر مرات أو حتى عشرات المرات لكي يحفظها أو يقوم بحفظها وهذا شيء خاطئ حقيقة لأنه لن يجد نفعا مع الطفل ربما نلاحظ هناك بعض التقدم ربما يحفظ أزهي الجملة لكن نلاحظه بعد فترة بسيطة يعني قام بنسيانها حتى لو كرناها عشرات المرات تمام وربما خلال اليوم نفسه يستطيع نسيانها يعني لذلك يجب على الأهل التركيز على هذه النقطة جيدا وهناك كما لاحظنا الكثير من الأهل يشتكون من نسيان أطفالهم سريعا للمعلومات تمام فأنا كأب وأنت كأم يجب علينا اختيار الطريقة والوسيلة الأنسب لتعليم طفلنا هذه المعلومات يعني الطريقة الصحيحة لإيصال المعلومات حيث تتضمن طريقة الفهم وليس طريقة الحفظ فمثلا لكي استطيع أن أعلمه هذه الجملة ماذا عملت؟ ماذا يعني لكي يفهم هذا الكلام كله؟ يعني كيف استطعنا أن نفهمه إياه؟ أن نجعله يدرك هذا الأمر؟ حقيقة يجب علينا القيام بما يريد أولا لازم الطفل يعرف ما هو الأرنب تمام على حدة يجب على الطفل أن يعرف ما هو الأرنب وما هو شكله لأنه عندما يذهب إلى حديقة الحيوانات ويراوه على أرض الواقع مثلا يجب أن يعرف هذا الشكل العائد للأرنب تمام ما يطلع على الأرنب مثلا ويقول لك هذا عصفور أو هذا مثلا وزي أو هذه بطة يجب أن يعرف شكل الأرنب على الأرض الواقع ذلك كلمة يأكل تمام؟ الأرنب يأكل ما معنى كلمة أكل بالنسبة لطفل التوحد كما قلت لكم طفل التوحد لا يعي شيء في بداية الأمر يجب علينا نحن بالتسلسل تعليمه وتدريبه وتفهمه كل شيء كلمة يأكل يجب على الطفل أن يعرف معنى هذه الكلمة تمام؟ يعني المغزى من معرفتها أن لا يقوم بالضياع بينها وبين كلمة أخرى يعني بكرة بيشوف مثلا إذا قام بحفظها حفظ بابا غاوي كما نقول ممكن إذا شاف طفل أعب يشرب مي بيقول لك الطفل ليأكل أو طفل مثلا جارس على الكرسي بيقول لك الطفل ليأكل لأنه لم يعي ويدرك معنى كلمة يأكل فيجب علينا التدقيق والتركيز في هذه النقطة جيدة أيضا الجزر مفهوم كلمة جزر وشكل الجزر يجب على الطفل أن يعرف شكل الجزر يعرف ملمسه يشاهده على أرض الواقع متوافر بكثرة في محلات الخضار يعني حقيقة هذا كل شيء يجب على الأهل توفيره وتأمينه للطفل يعني من غير المعقول أنا أجي لعندي عبد الجبار أقول له الأرنب يأكل الجزر الأرنب يأكل الجزر يلاحفظوا رأي يا عبد الجبار أقعدوا أبلش أنا وأمه وأخواته أبلش نكرر الجملة عليه خمسين ستين مرة وبدون ما يعرفها ممكن أنا خلال دقيقتين ثلاثة وصلوا الفكرة بطريقة بسيطة جدا جدا يعني مثلا عندي صورة الأرنب فرجي صورة الأرنب تمام يا عبد الجبار هذا الأرنب تمام إن كان لدينا مجسم للأرنب أيضا حبزة لو يعني أرينايا لو أخذناها كما قلت لكم إلى حديقة الحيوانات كي ذلك نورية يعني جعلته يقوم بمشاهدة الأرنب لوحده تمام ويقوم بإدراكه أيضا قمت ب يعني خليته يشوف الجزر كذلك الأمر لمفرده لكي يأتي عملية الربط فيما بعد تمام عرف معنى الجزر عرف معنى الأرنب أدرك أشكال تماما الآن يعني أستطيع الربط بين الأرنب والجزر آتي له بكرت مصور يعني صورة فيها الأرنب يأكل الجزر وضعها له أمامهم قلوا يا عبد جبار الأرنب يأكل الجزر تمام؟ حقيقة قام أحد الأشخاص باستعارة الكروت مني لأن الكرت لم أجده كرت الأرنب وهو يقوم بأكل الجزر تمام؟ يعني حبيت فقط أن أصلكم هذه الفكرة لعلها تفيدكم إن شاء الله ملاحظة مهمي أحبتي عن طريق إعطاء الطفل للمعلومات عن الإسلوب أحدثكم عن الإسلوب يجب أن يكون الإسلوب مرح جدا يعني بعيد جدا عن الجمود كما يقال لازم تكون مرح لازم تكون يعني طريقة إعطائك للطفل سلسة جدا جدا وبشكل يحبزه الطفل اختر الكلمات المناسبة اختر الطريقة المناسبة طفل التوحد يعني وكلنا يعلم ما هو طفل التوحد مثلا كنت قلوا له جبار أرنب يا عبد جبار أرنوبي تصغيروني يا عبد جبار وهكذا يعني بدتهاك الجزرة يا عبد الجبار هم 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 يعني عليك أيها الأب عليك أيها الأم اختيار الطريقة الأنسب لإيصال المعلومات بالشكل الصحيح إلى مخيلة وعقل الطفل لكي لا ينسها يعني هاي نقطة مهمة بالنسبة للإسلوب أما إذا بدك تقدمه وتقوله جزرة هاي جزرة يا عبد جبار تمام يلا حفظه نجوه إما ما أقول يعني الطفل توحد يعني سينفر من هذا الإسلوب وسيبتعد عنك وستلاحظ هناك صعوبة في التعامل معه بشكل جدا صعب تمام فأتمنى من كل أب ومن كل أم اختيار الطريقة الأنسب لتناسب طفلهم يعني والتركيز على هذه النقطة وأخيرا أحبتي ولا أريد أن أطيل عليكم أتمنى من الله أن أكون قد وفقت في إيصال بعض المعلومات المفيدة لكم في تدريب وتأهيل أطفالكم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر